ما ينضم إلينا من عمان أحمد عزام المحلل الاقتصادي أستاذ أحمد مساء الخير وكيف ترصد هذه الارتفاعات مؤخرا في أسعار الذهب؟ مساء الخير أستاذ دينا شكرا للأستاذ أفر نعم بكل تأكيد عندما ننظر إلى تحركات أسعار الذهب في الفترة الأخيرة أو من القاع الأخير المسجل عند مستويات ما يقارب لـ 1800 دولار للأنصة ارتفاعات منذ نهاية عام 2023 جراء ارتفاع عدة التوترات الجيوية السياسية بكل تأكيد كان التوترات الجيوية السياسية داخل أساسي لتوجهات المستثمرين إلى الذهب كملاز آمن بكل تأكيد الذهب على رأس الأصول الاستثمارية كملاز آمن فبالتالي كان هناك طلب عالمي بشكل كبير على الذهب من قبل المستثمرين الأفراد بكل تأكيد أيضا ما آطى الذهب القوة هو تقدم البنوك المركزية الكبرى جراء المخاوف من أزمات اقتصادية بكل تأكيد عندما ننظر الأسواق الناشئة أو دول الأسواق الناشئة كانت قد سجلت طلب عالي ومرتفع جدا في الفترة الأخيرة على الذهب دليل واضح بأن هناك مخاوف من أزمات اقتصادية جراء ارتفاعات أسعار الفوائد عندما ننظر على الدول بحدى بكل تأكيد الصين كانت قد سجلت ارتفاعات في الطلب العالمي بكل تأكيد كانت جراء المخاوف من أزمة العقارات عندما ننظر إلى الصين وقطاع العقارات قطاع العقارات يعتبر ما يقارب 20 إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي الصيني عندما سجلت انهيارات عدد من الشركات المطورين العقارات الصينية مثل Evergrande، مثل Country Garden عندما سجلت بعض التراجعات بعض المخاوف من الإفلاثات كان هناك مخاوف من أزمة اقتصادية فبكل تأكيد توجهات الدول جراء المخاوف من الأزمات الاقتصادية دفعها لعمليات الشراء المتتالية بكل تأكيد أيضا الوضع الاقتصادي بشكل عام ارتفاعات أسعار القوائد في الفترة الأخيرة مع أرقام التضخم المرتفعة بكل تأكيد أيضا الذهب هو يعتبر غطاء للتضخم مما دفع أيضا الطلب العالمي أو طلب حتى المستثمرين الأفراد لشراءات الذهب منذ ما يقارب عام 2022 عندما ننظر إلى بداية عام 2024 أيضا هناك سبب آخر لارتفاعات أسعار الذهب هو بكل تأكيد تقبل الأسواق توقعات الأسواق لإمكانية أن يكون عام 2024 بداية دورة تسهيلية للسياسة النقدية أي إمكانية تخفيض أسعار القوائد مما بكل تأكيد دفع المستثمرين أيضا لإمكانية شراءات الذهب للتخارج من الأسواق النقدية إلى الذهب مما دفع جميع العوامل والمؤثرات أن يكون الذهب هو أحد الأصول الثابتة الأصول القوية التي سجلت ارتفاعات من نهاية عام 2023 منذ القاع 1800 دولار للأنصة وصولا أو تجاوزا حتى لمستويات 2400 كأعلى أسعار تاريخية بالنسبة للذهب طيب أستاذ أحمد بالحديث عن الصين يعني اتجهت في الفترة الأخيرة ودول أخرى منها روسيا على زيادة الاحتياطي من المعدن الأصفر وهذا طبعا كوسيلة للتحوط من الدولار الأمريكي كيف تنظر لهذه الخطوة وما هي التوقعات فيما يخص علاقة الدولار والذهب نعم سيدنا عندما ننظر إلى دولتين خصيصا الصين وروسيا تخارجهم من أسواق السندات الأمريكية تخارجهم حتى من الاحتياطي الدولار الأمريكي جراء عمليات البيع المتتالية للسندات الأمريكية من ناحية التخارج وعدم الاعتماد على الدولار الأمريكي بشكل كبير جدا كاحتياطي للدولتين الصينية والروسية دفع الدولتين الصين وروسيا تحديدا لعمليات شراءات الذهب من ناحية أخرى بكل تأكيد عندما ننظر إلى الدولتين دولتين كانت تعاني روسيا من توترات الجيوسيا والصين كما ذكرت منذ مخطاوف الأزمة العقارية مما دفع الصين وروسيا إلى زيادة مشترياتها من الذهب بكل تأكيد الدولار الأمريكي هو أحد الأسباب أو المسببات أيضا بكل تأكيد للتخارج الصين والروسيا من الدولار الأمريكي قد ننظر لها من ناحية الاقتصادية السياسية ناحية الاقتصادية السياسية كما ذكرت ناحية الاقتصادية هي الأزمة والمخاوف منها الناحية السياسية هي محاولة لعدم الاعتماد الكلي لحصيات الدولار الأمريكي واستغناء عنه إلى الزهب شكرا جزيلا ضيفنا من عمان أحمد عزام المحلل الاقتصادي اشتركوا في القناة